مدينة أسوان العريقة بما في ذلك الحمى الشديدة التي لا تنخفض بسهولة والصداع المستمر الذي لا يزول حتى مع الأدوية والصداع وآلام المفاصل التي تجعل الحركة صعبة الغاية هذه الأعراض جعلت الحياة اليومية تحدياً كبيراً للسكان انتشر المرض بسرعة مما أثار مخاوف السكان المحليين ودفع السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات سريعة فرق الطوارئ الطبية بدأت تعمل على مدار الساعة لمحاولة احتواء الوضع وقد أدى عدم وجود تشخيص واضح إلى تأجيج القلق مما دفع الكثيرين إلى التكهن بمصدر تفشي المرض الاجتماعات الطارئة بين الأطباء والمسؤولين أصفحت مشهداً يومياً يخشى البعض من أن يكون مرضاً ينتقل عن طريق المياه خاصة أن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في المدينة بينما اشتبه آخرون في أنه قد يكون مرتبطاً بلسعات الحشرات أو الطعام الملوث هذه التكهنات زادت من حالة القلق بين السكان الذين يبحثون عن إجابات وحلول العلماء والباحثون يعملون بجد لفهم طبيعة هذا المرض الغامض بينما تحاول السلطات تهدئة السكان وتقديم الدعم اللازم الجميع في أسوان يأمل في إيجاد حل سريع لهذه الأزمة الصحية مع تزايد عدد الحالات توجه مسؤول الصحة إلى أسوان للتحقيق في مصدر تفشي المرض عملت فرق من خبراء الأوبئة والمهنيين الطبيين بلا كل حيث جمعوا عينات من المرضى وقاموا بتحليلها في أحدث المختبرات كان تركيزهم الأساسي هو تحديد العامل الممرض المسؤول عن المرض هل هو فيروس؟ بيكاتيريا؟ طفيلي؟ ستكون الإجابة ضرورية في تحديد أفضل مسار للعلاج ومنع انتشار المرض في هذه الأثناء أزداد قلق سكان أسوان انتشرت الشائعات والمعلومات المضللة بسرعة مما زاد من حدة الخوف وعدم اليقين طالب الكثيرون الحكومة بتقديم إجابات وحثوها على أن تكون شفافة بشأن الوضع وأن تتخذ إجراءات سريعة لحماية صحتهم وعقد القادة المحليون اجتماعات عامة لمعالجة مخاوف المجتمع مؤكدين لهم أنه يجري بذل كل ما في وسعهم لتحديد سبب تفشي المرض وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمتضررين بعد أيام من التحقيق المكثف حدثت قدم ككبير كشفة الاختبارات المعملية عن وجود نوعين من البكتيريا في العينات التي تمجمعها من المرضى تم تحديد الجاني مما يمثل نقطة التحول في مكاحة المرضى الغامض مع تحديد السبب يمكن لمسؤولي الصحة الآن التركيز على تطوير خط علاجية محددة وتنفيذ تدابير لمنع المزيد من انقال العدوى جلب الاكتشاف موجة من الارتياح الأسوان لكن المعركة لم آت في استعراض مشرف للتحرك السريع قامت وزارة الصحة المصرية بنشر موارد طبية إضافية في أسوان تم إنشاء مستشفيات ميدانية لاستيعاب العدد المتزايد من المرضى وتطوع مهنيون طبيون من جميع أنحاء البلاد بخدماتهم تم إطلاق حملات التوعية العامة من خلال مختلف القنوات الإعلامية لتثقيف السكان حول البكتيريا وكيفية انتشارها وأهمية التدابير الوقائية مثل غسل اليدين وسلامة الغذاء وقد لعبت استجابة الحكومة الاستباقية دورا حاسما في احتواء تفشي المرض القسم السادس سلامة المياه وتلوث الغذاء في هذا القسم سنستعرض كيف يمكن أن تؤثر ممارسات سلامة الأغذية والمياه على الصحة العامة مع استمرار التحقيقات أصبح من الواضح أن الأغذية الملوثة كانت مساهما رئيسيا في انتشار البكتيريا تم العثور على مستويات عالية من البكتيريا في العديد من العينات التي تم جمعها من الأسواق المحلية كشفت العينات المأخوذة من بائع المواد الغذائية المحليين عن وجود البكتيريا مما يشير إلى احتمال حدوث خلل في ممارسات سلامة الأغذية هذا الاكتشاف دفع السلطات إلى تكثيف جهودها في مراقبة الأسواق وتوعية البائعين بأهمية النظافة كما تم اختبار مصادر المياه لكن النتائج الأولية استبعدت تلوث المياه كمصدر أساسي لتفشي المرض ومع ذلك لم تتوقف الجهود عند هذا الحد حيث استمرت الفحوصات لضمان سلامة المياه ومع ذلك شددت وزارة الصحة على أهمية استهلاك مياه شرب آمنة وشجعت السكان على غلي مياههم كإجراء وقائي تم نشر إعلانات توعية في جميع أنحاء المجتمع لتذكير الناس بأهمية هذه الخطوات البسيطة في حماية صحتهم بالإضافة إلى ذلك تم تنظيم ورش عمل توعوية للمجتمع حول ممارسات النظافة وسلامة الأغذية والمياه هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الوعي العام وتقليل مخاطر التلوث في المستقبل القسم السابع انخفاض معدلات العدوى بفضل الجهود المشتركة للسلطات الصحية والعاملين الطبيين والجمهور بدأت معدلات الإصابة في الانخفاض انخفض عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها يومياً بشكل ملحوظ مما يشير إلى أن تفشي المرض أصبح تحت السيطرة كما تحسن معدل الشفاء حيث أظهر العديد من المرضى استجابات إيجابية للعلاج وبينما بدأ أن الأسوأ قد انتهى إلا أن مسؤولي الصحة ظلوا حذرين مؤكدين على الحاجة إلى استمرار اليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية القسم الثامن أهمية التدابير الصحة العامة كانت ففشي المرض في أسوان بمثابة تذكير صارخ بأهمية البنية التحتية القوية للصحة العامة والحاجة إلى اليقظة المستمرة في الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها إن الاستثمار في موارد الصحة العامة وتعزيز ممارسات النظافة وضمان سلامة الأجذية هي خطوات حاسمة في حماية صحة المجتمعات ومنع تفشي الأمراض في المستقبل القسم التاسع الدروس المستفادة والاستعداد للمستقبل لقد قدم تفشي المرض في أسوان على الرغم من كونه صعبا دروسا قيمة في الاستجابة لتفشي الأمراض ومراقبتها من خلال هذا التفشي تعلمنا أهمية التخطيط المسبق والتدريب المستمر للفرق الطبية وصلت الضوء على أهمية الاستجابة السريعة والتواصل الفعال ومشاركة المجتمع في معالجة حالات الطوارئ الصحية العامة كان من الواضح أن التعاون بين مختلف الجهات المعنية هو مفتاح النجاح في مواجهة مثل هذه الأزمات من خلال دراسة تفشي المرض يمكن للسلطات الصحية تعزيز أنظمة المراقبة لديها وتحسين قدرتها على اكتشاف حالات التفشي والاستجابة لها بسرعة كما يمكنها تطوير بروتوكولات جديدة تعتمد على البيانات المستخلصة من هذا التفشي وتحسين قدرتها على اكتشاف حالات التفشي والاستجابة لها بسرعة مما يساهم في تقليل الأضرار والسيطرة على الوضع بشكل أفضل التدريب المستمر والتحديث الدوري للبروتوكولات هو أمر ضروري وتعزيز استراتيجيات الاتصال لديها لإبقاء الجمهور على إطلاع وآمن من خلال استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن نشر المعلومات بسرعة وفعالية مما يساعد في تهدئة المخاوف وتوجيه الجمهور نحو الإجراءات الصحيحة